الملف التاني وهو وصول مستر فريرة ان شاء الله صباح يوم الاثنين بإذن الله مع جهازه المعاون بالكامل سواء مدرب المساعد بتاعه أو المدرب الأحبال أو المحلل الفني بتاعه بالتأكيد هيوصله ان شاء الله بإذن الله يوم الاثنين صباحا وحيقود نادي الزمالك في مباراة الوداد طبعا هيحضر مباراة الجونة بالتأكيد مليون في المية وأكيد طبعا ان هو هيروح يتابع المباراة من المدرجات عشان يتعرف على مستوى اللعيبة عن قرب وبالتالي عنده محلل الأداء هيحلل طبعا أداء اللعيبة وعنده رجل المعد البدن بتاعه هيوقف على الناحية البدنية بتاعة اللعيبة وحيبدأ شغله ان شاء الله بإذن الله على طول مجرد وصوله أو تاني يوم وصوله بإذن الله بعد مباراة الجونة علشان يتسلم المهمة رسميا من أسامة نبيه ويستمر بقى أسامة نبيه وجهازه أيضا مع زي ما قال المستوى المتضع ان هو أسامة موجود هو وحبت عبد المقصود ومعهم أيمن طاهر بالتوفيق إن شاء الله بإذن الله لكتيبة نادي الزمالك الفنية وكل الدعم للجهاز الفني سواء اللي موجود دلوقتي يعني أنا ما عجبنيش كلام بعض الناس عن مباراة في يوتشر يعني أنا في الستوديو أشدنا بالتدخل السريع لأسامة في تغيير لدقة في الشوت التاني وده اندل على شيء فيدل على إن هو الراجل قاري الجيم صح فمش هنقلق أو مش قلقني من مطش الاتنين بإذن الله معنا مدير فني محترم إن شاء الله بإذن الله يعدي بمباراة الجونة ثم يسلم المهمة لهذا الرجل اللي وقف قدام حضراتكم في الصورة ده بعرفش وجهة بالتشيرت معاه ده ولا لأ يعني هو مستر فريرة على طول على فكرة بالتشيرت ده يعني حتى في التدريب يعني سبحان الله فكل الدعم كل المساندة للجهاز الفني ويارب نشوف هذا المنظر مرة أخرى في ملعبنا هنا في القاهرة إن شاء الله بإذن الله بعد الفوز ببطولة الدوري إن شاء الله وبطولة الكاس وده كان نهاية كاس مصر على فكرة دي كانت مباراة مين يا جماعة مباراة الأهلي 2-0 كسبنا 2-0 بتوعب باس المرسي طبعا فاكرينه فاكرين طبعا هذه المباراة القوية جدا والرجل أخد دوري واخد كاس مع نادي الزمالك في هذه المرحلة تمانياتنا بالتوفيق إن شاء الله بإذن الله وكل الدعم المساندة زي متحركوا لهذا الجهاز لأن اختيار الجهاز زي ما أقول اختيار هذا المدرب بالذات صادف أهله والسوشل ميديا كلها الزمالكوية وكل الزمالكوية تابعوا آآ تعيين هذا الرجل ولما أعلم مشار ملطاة عن آآ أن فريرا هو المدير الفني الزمالك حصل ارتياح شديد في الشارع الزمالكوي نتمنى هذا الارتياح ينعكس على اللعيبة آآ المدير الفني موجود مدير الفني محترم موجود وبيدير بشكل آآآ كويس وفيه ثقة بينه وبين جماهير الزمالك ودي حاجة مهمة جدا وفيه ثقة بينه وبين اللعيبة أكيد وفيه حوالي أربع خمس لعيبة اشتغلوا معاه بشكل جيد فيه الموسم اللي هو اشتغله هنا في نادي الزمالك لما خارد دوره الكاس فإن شاء الله بإذن الله آآ يكون عند حسن ظن جماهير نادي الزمالك به واللعيبة كمان تساعده واللعيبة لازم تساند الجاز الفني وتساند نفسها لأن انتوا مطالبين مطالبين بأداء أقوى من كده ورجوله أكتر من كده وروح أكتر من كده في الملعب نادي الزمالك اسم كبير نادي الزمالك حاصد البطولات معظم البطولات اللي بتقام في مصر أو الوطن أو على أفريقيا نادي الزمالك له نصيب الأسد فيها بشكل كبير مع النادي الأهلي طبعا عشان محدش يقولي أن أنا بعمل إسقاطه لحاجة بالمناسبة ببارك النادي الأهلي نارده كسب من بريخ 3-2 بنبارك لوم طبعا على النتيجة دي أني كان الأهلي متعدل 2-2 واستطاع أنه يفوز 3-2 بنبارك نادي ألي طبعا على 3 نقاط في المجموعة 3 نقاط مهمين جدا وإن شاء الله نبارك نادي الزمالك يوم الأتنين ونبارك إن شاء الله بإذن الله في ببارات الوداد القادم اشتركوا في القناة